تدضافر الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا من خلال التنسيق والتعاون المشترك بين مختلف الجهات الحكومية بهدف المحافظة على صحة وسلامة الجميع والحد من انتشار الفيروس ولا يكتمل نجاح تلك الجهود إلا بالوعي المجتمعي الذي لا يقل أهمية عن دور الجهات الحكومية ما إن يتبادر لفظ الصفوف الأمامية إلى مسامعنا إلا وتتجلى صور التضحية والإخلاص والجهد الدؤوب أمام ناظرين كيف لا وأبطال تلك الصفوف يواصلون الليل بالنهار ويبذلون أقصى طاقاتهم في مواجهة الجائحة العالمية فيروس كورونا هدفهم الأسمى هو المحافظة على صحة وسلامة الجميع من مواطنين ومقيمين الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا يقود جهوداً وطنية مخلصة تضافرت بتنسيق وتعاون في غاية الدقة بين العاملين في القطاع الصحي من كوادر طبية وتمريضية ومساندة وبين أفراد وزارة الداخلية الذين يعملون على تعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية أفراد المجتمع من خطر الفيروس والحد من انتشاره يؤطره جهد إعلامي احترافي يسعى إلى نشر التوعية والتوجيه السليم بشفافية ودقة وموضوعية دون تهويل أو تهوين هذه الجهود المتواصلة على مدار الساعة ومنذ أكثر من سنة ونيف أن يكتمل نجاحها إلا بوجود وعي مجتمعي يقدر تلك التضحيات ويلتزم بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية وهو دور محوري لا يقل أهمية عن دور الجهات الحكومية كافة بل يعزز نجاحها ويدعم جهودها